اشتركوا في القناة الرئيس عبد الفساح السيسي يتدخل بشكل شخصي ويطلب تشكيل لجنة جديدة لعمل قانون جديد للأحوال الشخصية وقانون جديد للأسرة عندنا مشاكل في قانون طلع يمكن من 10-20 سنة وقلنا ان ده يحل المشاكل اللي كانت كتيرة من الرؤية والطلاق ويعني حاجات كتيرة لكن ما زالت المشاكل ونسب الطلاق علت أكتر والمشكلة مش في نسب الطلاق بس المشكلة كمان ان في الأولاد وحل المشاكل ما بعدها الانفصال يعني مش دايما كل المشاكل بتكون مادية في مشاكل معنوية منها رؤية الأطفال منها حاجات كتيرة مهمة جدا ونرجع للمبدأ احنا ليه نسهل عملية الطلاق أو نصعبها يعني ده طبعا أبغض الحلال عند الله هو الطلاق لكن هو زي ما بيقولوا شر لابد منه لكن دايما المشاكل اللي بعده هي اللي بتكون هي السبب في تفكك كثير من الأسر ومشاكل كثير هنعرف ايه أمل أو تأملات أو أمال السيدات والرجال في موضوع الأحوال الشخصية الجديد المقترحات اللي موجودة وإيه العيوب اللي موجودة في القانون الأديم اللي ممكن نتلاها فاها في القانون الجديد هيكون معايا في هذا الحوار أستاذ عبيل صليبان الباحثة في قضايا المرأة صباح الخير يا أستاذ عبيل صباح الخير أستاذ حسين خلينا نطلع لتأرير الأول نشوف موضوع القانون وبعدين نبدأ هذا الحوار تفضل اجتمع السيد الرئيس عبد الفتح السيسي مع المستشار عمر مروان وزير العدل المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الاجتماع تناول متابعة جهود الوزارة بخصوص صياغة مشروع قانون للأحوال الشخصية وقد وجه السيد الرئيس بتشكيل لجنة من الخبرات القانونية والقضائية المختصة في قضايا ومحاكم الأسرة وذلك لأعدد مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسلمين وبحيث يراعي القانون المصالح المتعددة لجميع الأطراف المعنية بأحكامه وعلى نحو متوازن يعالج الشواغل الأسرية والمجتمعية في هذا الشأن كما وجه السيد الرئيس بقيام أجهزة دولة المعنية وبصفة خاصة وزارة الداخلية والنيابة العامة وهيئة الرقابة الإدارية والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بإمداد لجنة إعداد القانون بالمعلومات والبيانات الدقيقة اللازمة لدعمها في آداء مهمها بكل مهنية وموضوعية وفي هذا الإطار استعرض المستشار عمر مروان الجهود الجارية من قبل الوزارة لتطوير منظومة التقاضي المتعلقة بالأسرة المصرية وذلك لتحقيق الاستقرار المنشود في المجتمع المصري والحفاظ على حقوق جميع أعضاء الأسرة وأضف المتحدث الرسمي أن السيد وزير العدل استعرض كذلك الجهود المبذولة من جانب رجال القضاء المصري لتحقيق العدالة الناجزة بالتعامل مع عدد هائل من القضايا المطروحة يوميا أمام المحاكم المصرية بكافة أشكالها وقد وجه السيد الرئيس في هذا الصدد بمنح وسام يخص للسادة رؤساء وأعضاء الهيئات القضائية السابقين أولا لسم من توفي منهم تقديرا لمسيرة عطائهم القضائية المتميزة تحت مسمى وسام القضاء المصري كما وجه السيد الرئيس بمنح شهادات تقدير موقعة من سيادته لأعضاء الجهات والهيئات القضائية أصحاب الأعمال المتميزة خلال العام القضائي تابعنا مع المشاهدين الكرام هذا التقرير حول موضوع حوارنا وهذا الحوار هام جدا نتكلم على قانون الأحوال الشخصية لمسلمين الجديد عشان تلافى الأخطاء الموجودة في القانون الأديم أو المشاكل اللي سببها القانون الأديم أو المشاكل اللي موجودة مع تغير الزمن كلها يعني أبارات مختلفة لما يعيشوا الآن بعض الناس بسبب طبعا مشاكل رئيسية في هذا الموضوع برحب مرة تاني يا بستاذ عبيد سليمان البحثة في قضايا المرة أهلا بحضرتك معي إزاي حضرتك أهلا بيك عندنا مشكلة تمام وتدخل الرئيس يدل على أن المشكلة كبيرة من صغيرة والرئيس بيوجه كل أجلسة الدولة والوزارات من دخلية لنيابة لمركز الإحصاء وكله عشان يدق بيانات للجنة عشان تشوف معناها أننا عندنا مشكلة كبيرة في موضوع الطلاع خلينا نبدأ بالقانون الأديم إيه المشاكل اللي كانت في القانون الأديم أو اللي معرفتش تحلها المشاكل اللي بتدور حوالين قانون الأسرة أكثرها إجرائيا أكثرها لي علاقة بالأحكام إن القانون مش مقفول باب وشباك يعني مفروض يكون المواد القانونية والنصوص القانونية بتنص لكل الحالات وكل المطالبات القانونية الحقيقة ده ما بيبقاش موجود فإحنا عندنا مشكلة جامدة جدا في الرؤية الرؤية تطبقها فيه تعصف جامد جدا على الرجل حصوله على حق رؤية أبنائه فيه معاناة وفيه ألم وفيه غبن شديد أنا ليه بدأت بالرجل؟ لأن إحنا محتاجين قانون عادل يريح المنفصلين بعد الطلاق سواء كانت حاضن أو غير حاضن واللي قابليهم الأولاد لأن الأولاد هم الطرف اللي ملوش أي زنب إن العلاقة دي تمت إنهاءها ودائما في أغلب الحالات بيكون هو الطرف الخاسر دائما هو الخاسر لأنه هو اللي بيستخدم وهو اللي بينكل به وهو اللي بيتعرض إلى حالة القصور الاقتصادي لأن بعد تخلي الأب بعد الانفصال عن أولاده وده أحيانا كتير بيحصل أنا مش هقول كله بيحصل كده لكن الراجل أحيانا بيمنع المصرفات عشان ينكل بالأم والأم تمنع الرؤية عشان تنكل بالأب لأ يعني النفط مقابل الغذاء يعني فيه تبادل منافع ليه علاقة بالقول اقتصادي هتديني فلوس هتشوف ولادك مش هتديني فلوس مش هتشوف ولادك حتى لو فيه وجاهة في الأمر ده فأمر ظالم إلى حد بعيد غير كده بيشوف الولاد في مركز شباب وده أمر ليس إنساني أنا مقترحي أن الأب يشوف أولاده في مسكن الزوجية كان فيه تقريبا أن هم من حق أنه ياخده يوم أو يومين ده الاستضافة لسه لم يتم ده مقترح أنا أتمنى أنه يحصل ولكن يحصل مكروم بالنفقة ما ينفعش أب يكون بيعنف بيكون بيدرب يكون بمانع النفقات عن أولاده ويستضفهم طب من باب أولى كنت دفعت مصاريف المدارس كان من باب أولى كنت أنفقت عليهم شهريا من باب أولى كنت علكت أبنائك يعني كيف أنه يطلب الاستضافة أحياناً بيكون قضايا تنجيلية أنا طالب الرؤية والاستضافة وهو متخلي على النفقة فأمر غير منطقي فيتحكم له بالرؤية طب ما هو ما عنفقش طب هو مستقنف على حكم النفقة اللي هو 500 جنيه اللي هو 600 جنيه عشان كده طالبت بالحد الأدنى للنفقات أن يكون 1500 جنيه للي متأمن عليه 8000 جنيه يعني متأمن عليه ده الشريحة العالية في التأمين فمش منطقي أبداً أن يتحكم للطفل 500-600 جنيه أحكام بتطلع كده أنا لا أعيب القضاء لأن القضاء محكوم ببعض الإجراءات أنا أتمنى يكون في حد أدنى لنفقة الصغير تكون ألف ونص والشرائح اللي بقبل كده زي 4000 أو كده هي اللي ممكن توصل لألف لكن مين يقدر يعيش في الشهر بأقل من البلد لو مثلاً واحد مثلاً سايب تلات ولادي يعني بتتكلمي في 4000 ونص حديثك أنت لو متأمن عليك بتمانية دي أعلى شريحة يعني حديثك لو كنت بتاخد مليون جنيه هيتأمن عليك بتمانية صحيح حديثك دي شريحة عالية ده الأساسي إزاي تحكم به إن هو مرتب يعني ده مش مرتب معنى أنت عندك تأمين دي يعني معنى كده أنت عندك مفردات مرتب دي دلالة ده مؤشر إن الأب يكون عنده عربية إن الأب يكون مشترك في نادي إن الأب يكون ليه أرصدة في البنوك إن الأب يكون بيسافر وبيجي كذا مرة دي مؤشرات مالهاش علاقة بمفردات المرتب مؤشرات تقول إن الرجل ده مش سريح ولكن عنده استقرار في حياته يقدر وبعدين في حاجة أقول حاجة لابد يكون فيه هيئة مختصة تقارن الحياة قبل الطلاق وبعد الطلاق الرجل بيطلق ولاده ويمكن ده تصريح نازل في عدد من المواقع إن أنا قلته إمبارح أو أول إمبارح ونزل ملل لسوشيال ميديا الرجل بيطلق ولاده ومش بيطلق مراته ودي أمر متعجب الرجل المصري الشرقي عنده شهامة وجدعانة يعني أنا شايفة إن إحنا تخلينا شوية عن تربية ولادنا الزكور والبنات كمان يعني إحنا عندنا مشكلة في الأسرة يعني إيه مفهوم الراجل الست بتخش فهم إن الراجل هيفسحها ويدلعها ويروح يوديها في كذا مكان ويجيب لها ويحقق لها ومنياتها اللي مش متحققها ده مش حقيقي لازم نفهم البنات إن ده مش حقيقي إن هو الشريك أصيل ليكي ليه قوامته ليه إحساسه برجولته داخل بيته مش لازم ينتقص منه رجولة وإنت شريكة كفاح يعني عندك يوم عسل صحيح هو إحنا بدأنا بقى مشوار الكفاح ومشوار الحياة مشوار نضال وفيه فوق وفيه تحته والراجل ده بينكسر والراجل ده بيبقى قوي والراجل ده بيمرض يعني لازم نفهمه الواقع عشان الراجل لما بيتعب وطلب يدخلها إحنا حنقول لها إحنا الحركة النسوية هنقول لها أن أنت مش أصيلة أن أنت مش جدعة أن أنت تخليتي عن زوج الحقيقة هو ده مفهوم الزواج الراجل برضو الزوجة مش جارية مش حاضن لأبنائك هي شريكة وأم وست محترمة وقبلها من كل ده حبيبتك يعني أنت مودة والرحمة لربنا على عالم صحانه وتعالى أنت مفروض أنت تديها الأمان الأطمئنان على فكرة أنا بطالب الرجالة المصرية أنها تقرأ شوية أن المرأة ما بتستطعش أنها تدي أي حاجة إلا لو شعرت بالأمان أي حاجة إس من أول حاجة لآخر حاجة يعني المرأة إذا لم تشعر بالأمان إذا حست بالتهديد أنه هو يجاوز عليها إذا حست بالتهديد أنه هو هيسيبها ويسافر إذا حست بالتهديد أنه هو هياخد فلوسها المرتب ومش هيديها حاجة إذا شعرت بأي نوع من أنواع الظلم أو عدم الأمان ما بتديش أي حاجة ده بأي لجال إذا شعرت بالأمان بتدي كل حاجة كل حاجة صحيح ده كده يرجعنا النقطة من قبل القانون إحنا محتاجين لا أتعميم يا أستاذ حسام يعني الثقافات بتختلف مالهاش علاقة أنت بتقول سواجد زمان كان الراجل بتاع الستات أنا بقولها بشكل مهزب بتاع الستات لما كانوا بيشوفوه كانوا بيقولوا عليه فلاتي كانوا بيقولوا عليه مشو أخذ باله من أسرته وكان ما بيقعدش في مجالس الرجال هيكحط تحت دي ده من زمان قوي يعني لا يا فندم دلوقتي بيتم التباهب ده بيقعد على الكافيهات بيتباهن هو عرف واحدة واثنين وثلاثة ده أمر غير أخوة منفر وسلوك مش بتاعنا سلوك مش بتاعنا أن يحصل تعدد من الرجال أو الستات ده مش سلوك مش بتاعنا لابد أن يلفز يلفز من المجتمع قبل ما يلفز من الجهات تعدد غير شرعي طبعا تعدد غير شرعي وتعدد في مفهومه لا الشيخ أحمد الطيب قال للأصل واحدة إحنا عندنا أسرة نغذيها استثمر في زوجتك استثمر في زوجتك بتروح تعدد ليه وإنت أصلا عندك عندك نقص جوه يعني جيب لي ست راضية إن جوزها يجوز ده مش وارد وبعدين الست اللي بترضى إن جوزها يعدد عليها ما بيكونش فارق معاها يعني أنا لا أعمم لكن في الأغلب العام ما بيكونش فارق معاها أنت تبقى مبسوط أنت مع الست بتاعتك ولا مبسوط أنت كل حياتها هي بيبصلها بمنظور آخر هي أنانية هي بتخالف شرع ربنا لا ستنا فاطمة رفضت إن سيدنا علي يجوز عليها وكانت رجى الله عنها عرفة ربنا الرسول رفض وسيدنا محمد يعني إحنا مفروض ماشينا على نهجه وكان هو متعدد الزوجات هو كان متعدد الزوجات لكن لم يعدد على ستنا خديجة في فحولته هل دي أسوأ على فكرة دي ليه هتدبر ليه ما عددش وهو صغير ليه ما عددش في سن يعني مفروض أنه هو يعدد فيه عدد في أسباب أخرى أسباب الدعوة حينختلف أو نطفك كل واحد حر يشوف الرسول نهج زي وده أن الرسول أنت لا تشبه نفسك بالرسول صحيح وبعدين ربنا قال في القرآن الكريم شارط الأمر ده بالعدل وعندنا شيخ جليل عندنا ناس أئمة محترمين هم اللي يفتون في هذا الأمر قال الأصل واحد وقال ده مصق غليز وقال فيه سكن ورحمة يعني على الأل يعني ابني ابني واستشفر في القرآن ما هي بقى الفكرة هنا أنه إحنا محتاجين يعني أنا كنت بأتكلم أنه إحنا مش هنقدر نعمل ده لأن بشكل قانوني يعني إحنا عندنا قانون مثلا اللي هيجي تجوز لازم يجيب شهادة مرضية أنه خالي لا بشكل قانوني يقدر يقنن طبعا عشان ندربهم لا يقنن في عقد الجواز عقد الجواز ده إبرام تمام عقد عقد مدني من حقي أنا لما ييجي واحد يتجوزني وهو بطوله أن أنا أقوله أن أنا مش عايزة زوجة تانية لو أنت عايز ده موجود في عقدة تجوزين لو أنت عايز واحدة ترضى بزوجة تانية أرجوك روح اتجوز واحدة تانية ترضى بزوجة تانية ما عندك option أنت عندك ستات اتفضل بيقوله لا الرجالة مش تتجوز خلاص أنت قررت أن الرجالة كلها عايز تتجوز واحدة وثنين كل العلاقات الزوجية بيحصل فيها ملل كل بس مش الراجل بس 10 ملل الست كمان بتشارب ملل صحيح إحنا عمر ما فيه ستة ما تيجي تقول لنا أن هي ملت من جزها إحنا أقول لها تروح تطلقي عيب كلمة عيب مش موجودة ليه أنتو سند لبعض يعني وبعدين معلش يعني لو واحدة واثنين وتلاتة مين اللي هيقض بيه لما يكون كبير في السن لما يمرض لما يحتاجها هيقض بيه الست اللي شعرت بالأمان مع جزها اللي حستت أنه أصيل اللي حست أنه شريحة اللي بنوا بيتهم بتعبهم وقدروا يستحملوا الحلوة والمرة مع بعض صحيح شريكين أنا كنت بتكلم على تجربة موجودة الوقتي بس للأسف مش مفعلة بشكل كبير أنه مطلوب مثلا من المتزوجين أنه هم يعملوا شهادة طبية أنه هم خالين من الأمراض الوراسية وخالين من العروب وخالين وقدرين على العلاقة الجنسية وا 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 دي ما عادتش ما حدش بيروح يعملها دي حتى المأزون الوقت بعض المأزين على طول بتكلميه ومجهزها لك ونتي بتعملها عقادة جواز نحن نتمنى فرض غرامات ونتمنى أن الأمور يتخذ بشكل جدي ونتمنى أن الشباب تضرب مش على المستوى أنها تروح بس مركز تدريب عشان تتضرب لا إحنا نكون في كل محفل لازم يكون في تدريب لأبنائنا يعني إيه جواز محدش فاهم يعني إيه جواز محدش يعني فاهم يعني إيه راجل البنات مش فاهمين يعني إيه راجل والستات والرجالة مش فاهمين يعني إيه ست يعني إيه ست بعد الجواز صحيح إحنا محتاجين نفهم المفاهيم الأساسية الأول أسرة يعني إيه ست يعني إيه راجل يعني إيه زوج يعني إيه زوجة يعني إيه أما طالبنا بالمساواة وأولاد يعني إيه مسؤولية يعني إيه لما طالبنا بالمساواة طالبنا بالمساواة ليه عشان إيه عمرنا ما طالبنا بالمساواة عشان الست تاخد من الراجل عمرنا ما طالبنا بالمساواة أو تبقى أحسن منه زي من بعض الناس بيتوقعون أحسن منه بكفائتها يعني أنا وزميلي في العمل أو أبقى أحسن منه ده زميلي في العمل لكن جوزي أنا صبورتي ليه وما فيش بيننا أحسن إحنا الاتنين مكملين لبعض يعني أنا بشوف نمازج تحفة جدا هو اللي بيذكر لها الدكتوراه وهو معهوش دكتوراه طب يعني انت تقدر تقول على الرجل دي وفينا مزك تانية مجرد ان مراته تاخد مثلا درجة اعلى منه هو مش هيحصل على الدرجة هي اللي هتحصل على الدرجة هو يقف ليه معاها عشان رجل متصق رجل كامل ما عندهوش اي نوع من انواع النقص لا يعاني من مشاكل نفسية خلينا ندخل على اهمة المقترحات اللي انتوا شايفينها في هذا الوقت اللجنة طبعا لسه ما بدأتش بس او في مقترحين موجودين في مجلس النور اهم حاجة عقد الجواز عقد الجواز هيخلي تلت اربع المشاكل ما تروحش المحكمة يبقى اجرائيا يعني اول ما يتطلقوا يحصل سيستم يوزع كل حاجة يعني لو هي ليها مثلا انا كنت عرضة مقترح ان يكون في نسبة من الفلوس تقسم بينهم يعني لو هما جمعوا مثلا قعدوا عشر سنين مع بعض وجمعوا اموال هما الاتنين بقى زيما مالية واحدة تبدأ انها يحصل مناصفة بنسبية وعلى فكرة هي سهلة جدا انتظرك على زي برك كده مجرد ان يحصل طلاق فيقوم عاملين لازم الزمة المالية تكون وحدة عشو ما يحصلش اي مشاكل النفقات تكون اوتوماتيك مش لازم ترفع اي قضية عشان نفعها لو هو طلقها غيابي يحصل كذا لو هي رفعت عليها انا كنت اتمنى انا اتمنى وده حلم حلم كبير جدا لكن مقترح اتمنى دراسته ان يلغى يلغى تماما اطلاق الغيابي تماما ويلغى تماما الخلعة انا عارفة ان انا طالبت بالخلعة بس انا طالبته مقابل ان ما كانش فيه طلقة ان الطلقة بيقعد بالسنين في المحاكم لكن بما ان دلوقتي فيه خلع انا بطالب بحل بديل ان يبقى فيه طلق بس عند المأزون اذا كان هو طلب او هي طلبت لو هو اللي طلب يبقى فيه خسائر لو هي اللي طلبه يبقى فيه خسائر يعني لازم يدفع التمن اي حد هيفض الشراقة يدفع تمن فض الشراقة بالفلوس ما احنا هنا كده هندخلها بقى في موضوع زي ما الخلع موجود الوقتي فكرة ان هي بتتنازل عن كل حاجة عشان تخلص لا لا مش هتتنازل عن كل حاجة نسبة جزء لازم تخسر مش كل حاجة انا ما قلتش كل حاجة ولازم عدد سنين تقص بالسنين عشان ما تبقاش صفقات هي مش صفقات ومش جوازة وخلاص يعني لازم بعد خمس سنين نتكلم يعني بعد خمس سنين نتكلم في الفكرة دي بعد سنة ما لا يحق لها شيء وبعد ما فيش مشروع اصلا اصري قابل انت هتاخدي فلوس ليه طب مثلا لو السيد متضررة من زوجها مثلا عنده عجز عنده مشاكل صحية دي كيس او العكس دي الحالات اللي بيبقى ليها النادرة او الحاجات اللي هي لكن في الاغلب الاعم انا مش هروح اعمل خلع عشان جزء متعثر مديا انا لازم ابقى عرفة انا دخلة جوازة انا مش هروح اطلق ميراتك انا مش موجودة اروح عند المأزون اطلقها وهي ما حضرتش اطلق اصلا الاثنين بلغين رشدين زي ما راحوا تجوز عنده مأزون يتطلقوا عنده مأزون يتطلقوا ببنود وشروط وسيستم ما احنا ممكن نخلي موضوع الطلاق يبقى في المحكمة أو يبقى في هيئة أساسية بحيث أن هي في الآخر لم يتم عند محكمة الجواز ما تمش عند محكمة الجواز تم عند موظف اسمه المأزون ما هو المأزون بيوسق الحاجة في المحكمة في الآخر حضرتك لو فيه سيستم اتعامل سيستم مش هيحتاج غير أن الطلاق بس يعني ينزل على السيستم وبعد كده البنوك موجودة وكريدت موجود وإحنا داخلين على نظام رقم رقمنا صحيح يعني أقصد أن أوتوماتيك الست تقتطع من مرتب زوجها كل شهر كذا لولاده كذا كذا ده هو لو حسبته كذا يبقى كذا مش هيحتاج أحكام يقتطع على طول الناس دي مدخلة ولادها مدخلة ولادها المدرسة دي بيدفع لها المدرسة ده هو المنط بكذا أو هي المنط بكذا هي اللي طلبة الطلاق هي مساهم في كذا مسكن الزوجية إذا هي طلبة الطلاق يبقى كذا يعني لازم يحصل ده الرؤية تبقى في مسكن الحضانة يعني هو ده مسكن الحضانة يروح يقابل ولاده في مركز الشباب هو ده يعقل يعني أنا أديتك المسكن بتاع الزوجية عشان تعود يترابي وليدي كتير من المشاكل بتكون بسبب الأهل سواء في الطلاق أو في الأهل الأهل أهل الزوجة أو أهل الزوج سواء في قصة الطلاق أو بعد الطلاق يعني فكرة الرؤية والحاجات دي دايما أنا أتمنى إلغاء قائمة المنقلات تماماً ودي في صالح الراجل مش منطقي مش منطقية خاصة وإحنا بنعمل بديل يضمن الله حقها إن هي ما تطلعش من المولد بلا حمص يعني مش في لحظة كده هو يفكر إن هي يطلقها بعد 15 سنة هي ما تاخدش كل اللي هي عملته هو وهي يعني هو يبتعد في البيت عشان هو يشتغل طيب في بعض الحالات بعض الحالات الزوج بيختفي أيوة بيختفي لا بيطلق ولا هي الستة عارفة متجوزة ولا متطلقة طلقها غيابة طلقها شفوي طلقها وبعدين طبعاً إحنا دخلين شرع عام ستة شهور المفروض إن هي تكون تمام في ستات كتيرة ما بيقدروش يعملوا حاجة في الموضوع ده لا المفروض إن إحنا نوصل لإجراء المفروض اللي هجر في ناس بيخافهم في ناس بيبقى يعني ما تفهميش فيه اللي بيخافوا من أزية أهل الزوج يعني برضو الحالات بتتعدد بشكل كبير أيوة ما دي استثناءات لكن في الأغلب الأعام فيه قانون عندنا بيضمن حق الزوج المتخلي أو الهاجر وفيه متجمد نفق بترفع قضايا وبتروح المحاكم وبتطلق بتطلق سواء للضرر أو سواء بتخلع روحها ده خلاص بقى أمر مش مزعج أو زي زمان طيب في النهاية متوقع القانون ده يطلع خلال قد إيه وأنت أعتقد أننا لازم يكون فيه نقاش مجتمع حول هذا القانون ولا الموضوع مش شريع أنا أتمنى يكون فيه نقاش ميداني الناس اللي محتكة بهذه الأمور لازم يحضروا هذه الجلسة لأن فيه أمور إجرائية هي اللي بتحكم أي قانون حتى لو القانون تحطم من ذهب إذا كان مثلا حتطلع لنا أحكام تجهد كل الشكل القانون اللي منحس مرأة يعني مثلا بيقول القانون لصالح المرأة الحقيقة المرأة لا تحصل على أموالها القانون كده لكن الإجراء نفسه أو التطبيق نفسه مبيه لا تعليقها الأحكام الأحكام حكيمها قانون أو إجراءات معينة أو ورق معين لكن مثلا هي تصرف على أولادها مثلا مدارس خاصة وتكتب على نفسها إصالات تصرفهم بعد سنة أو سنة ونص أو سنتين لأنه هو بيستقنف عليها مصاريف مدرسية يستقنف عليها إزاي؟ يعني إزاي؟ بيستقنف عن نفق اللي هي 500 جنيه أو 600 جنيه بتصرف لها 500 جنيه أو 600 جنيه لسنين بيحصل حالة إفكار للحاضن يعني البيت الست دي لو معها فلوس مش هيبقى معها فلوس بعد سنتين لو هتشتغل شغلانة واحدة هتشتغل شغلانة واثنين وتلاتة يعني مش هتربي أولادها يعني إحنا بنقول إن إحنا عندنا مشكلة في التربية لا إنت كمان بتزود مشكلة التربية إن الأم ليست موجودة في بيتها يعني مش موجودة بسبب الشغلة واثنين عشان بتصد على رجل متحمل بتحاول إن هي رجل سري يملك ولا يعطي وطلق أبنائه أنا بشكرك وأستاذ عبيل سليمان البحثة في خضايا المرأة وطبعا الموضوع مهم وأكيد مش هياخد حوار ولا اتنين ولا تلاتة وأتمنى أن أنتوا فعلا زي ما قلت تقدروا تشاركوا في وضع هذا القانون ويبقى فيه حوار مجتمعي وحوار ميداني شكرا لك شكرا يا فعلا شاهدينك كرام وشكر موصول لحضراتكم على هذا الحوار الهام بداية زي ما بيقول حجر في بركة الميارة كده اللي أثرها الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشكيل قانون جديد للأحوال الشخصية للمسلمين عشان نتلافى العيوب اللي موجودة طبعا هذا الصباح لسه مستمر معكم بعد قليل أخبار سريعة للاقتصاد وحوارنا الثاني هيكون مع الزميل أحمد فؤاد إبقوا معنا